السلام عليكم ورحبا بكم في قناة ام اروة الوصفة اليوم سوف نجد بريوات بتجاج والبطاطيس مختلفين شوية للمولفين اننا نحضرهم كي يجي المدق ديالهم هائل رائعين يعني ضروري تجربوهم وغادي يعجبوكم ان شاء الله نبدو بلائحة المقادير ومن بعد ندوزو باش نحضروا في البريوات اذا هنا عندي واحد شوية ديال الصدر ديال الدجاج عندي بالضبط 400 جرام كان عبر لي ان البنات كي يطلبو مني بزاف نعبر ليهم المقادير بالجرام اذا عندي 400 جرام ديال الدجاج 1-300 جرام تقريبا ديال البطاطا مقطع هكذا مكعبات 1-3 ديال القطاع ديال الفرماج المثلت عندي شوية توم بودراء وإلا ما عندكم اش ديرو غير التوم العادية شوية ديال الخرقوم وشوية ديال جوز الطيب و هنا عندي المعدنوس والملحة والإبزار و بطبيعة الحال واحد شوية ديال الزيت فاش عادي نشحرو هادا الدجاج هادا تانا عادي نبدو بدك البطاطا في ماء مغلي هكذا كنديرو البطاطا ديالنا باش يتسلق كنضيفو عليه شوية ديال الملحة ونخليو حتى نحسو به بأنه ينتسلق وطاب ونصفيوهم اللماء لنصفيوهم اللماء نحن نضيفو دجاج 400 قرام ديال الدجاج كمية اللي بغيتو انا نضيفو 400 قرام نخليوه تشحط تانا نشف من الماء ثم نضيفو ثم نضيفو واحد شوية ديال الملحة واحد شوية ديال الابزار وغادي نخلطوهم وما ديال العملية ما كتاخدش غير واحد ثلاثة ديال الدقائق ولا اربعة ديال الدقائق عادي نضيف شوية ديال توم بودرة ولا توم كما بلتليكم عادي شوية ديال الخرقم غيش شوية وشوية ديال جوز طيب يعني الجوزة نحرك الكل وصافي نطفي عليه ره طاب اللي نشف من الماء صافي نطفي عليه وغادي نجي ونضيفوه لذك البطاطا اللي طيبنا من قبل غادي نجي نضيف دوك ثلاثة ديال القطاع ديال الفرماج مطلات وغادي نضيف ايضا المعدنوس غادي نخلط الكل بفرشة طولة معلقة وانا كان معز ذاك البطاطا باش يولي على شكل بوري ما يبقاش هكذاك مكعبات سافي من اللي نحس باللي هذا العناصير كلهم ندام جمسيا مع بعضهم هذا الدجاج والفرماج والبطاطا غادي نخلي الحشوة تبرد ضروري ان الحشوة تبرد قبل ما نحضره في البريوات سافي من اللي ببردات الحشوة ديالنا غادي ندوزو لتحضير ديال البريوات كنحتاجه الورقة بطبيعة الحال الحشوة اللي بردات وواحد الخليط ديال الماء والدقيق هو باش غادي نسدو البريوات من اللي نحضروهم باش ما تخرش لنا العمارة وتبعوا يعني شوفوا في الفيديو باش يبليكم كيفاش كان 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 صاوب هاد هاد البريوات اللي بويت نقول لكم ايضا ان هاد الورقة ديالي را غير ديال المحلة التجارية الكوبرة يعني ما عنديش شي شي بلاصة فاش نشري الورقة اللي كتتحضر هكدا من احترافيين اولا نحضرها في البيت ما عنديش الوقت اذا ما كان دهنهاش لا بالزيت لا بالزبدة لاناني غادي نقليهم في في الزيت اذا ما شي ما نحتاش اناني ندهنهم إلا كنتوا عادي تديرهم في الفران دهنوا شوية الورقة ديالكم بالزبدة ولا الزيت اعاد ديروا العمارة اتمنى ان هاد المسألة تكون واضحة وصافحة نستمر كيما كاتشوفوا كيفاش نحضر البريوات نكمل الكمية اللي عندي انا درتهم كبار لو بغيتوا تصغرهم قطعوا الورقة هكدا على ثلاثة ولا على أربعة ودرهم صغار وكالسق كيما قلت لكم بدكا دقيقوا قول ما صافحة نكمل الكمية اللي عندي وكما قلت لكم اللي باي يديرهم في الفران مع لي غير يدهنهم الزبدة من اللي ساليهم ويديرهم على 180 دراجة تيتحمروا اولا بحالي هكدا يفاح مام ديال الزيت غير يكون سخون باش ما يشربوش لكم البريوات الزيت كان وجدوا الورق نشاف لان ضغية كي طيبو كان وجدوا الورق نشاف هكدا في واحد واحد طبصيل هم اللي نشوفوهم تحمروا من الجهة الولى كان قلبوهم كان قلبو في هذا البريوات تيتحمروا من الجهة التانية وصافحة كان زولوهم كده نديرهم على الورق نشاف نمشي منهم شوية الزيت وكان استمر حتى نكمل الكمية اللي عندي ونطلقوه من بعد صافي من اللي نكملو كنقدموهم كي ما بغينا مع شلدة ولا بحديتهم ولا المهم انتم داك شي كي بقى لاختيار لكم الشكل النهائي هو هدا كيجي ورائعين لذات بزاف انتمنى انكم عادي تجربوا الوصفة وتعجبكم ما تنساوش انكم تديروا اللايك وتشاركوا الوصفة ديالي خليوا ليات تعليقات ديالي لكم بصحتكم وراحتكم وإلى اللقاء ان شاء الله